السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل ألم الجنب الأيمن من أعراض الحمل أم لا لأن الألم في منطقة البطن في خلال فترة الحمل يكون متركز في منطقة أسفل البطن ينتبه السيدات الحوامل القلق من شعورهم بالألم ولكن في الجنب الأيمن من البطن يكون الألم في الجنب الأيمن من البطن مرتبطا بألم في المبيض الأيمن وهذا قد يكون نتيجة لتغير الهرمونات في فترة الحمل ولكن إذا تكرر الألم بشكل لا يحتمل ولفترة طويلة فقد يكون بسبب آخر فقد يكون بسبب آخر مرضي ويجب اللجوء للطبيب لتحديده قد يكون من ضمن هذه المخاطر هو الحمل خارج الرحم وهو من الأشياء التي تسبب في خطورة على صحة السيدة إن لم يتم التخلص منه بشكل صحيح أو عند المعاناة من وجود تكيوسات في منطقة المبايد يكون هذا الألم بسببها أو عند وجود ورم في أحد المبيضين يصاحب ذلك ألم وخاصة عند ضغط هذا الورم على أي من الأعضاء المجاورة له وقد يكون ألم الجانب الأيمن بسبب مشكلة في الكليتين أو تشنج العضلات أيضا قد يكون من ضمن المشاكل التي تواجهها السيدات الحوامل وتؤدي إلى الشعور بالألم وقد يكون التهاب الأربطة وتمددها في فترة الحمل سبب في الألم ومن ضمن مسببات الألم هو غازات البطن والطرابات الأمعاء وأيضا التهاب الزائدة الدودية قد يكون مؤشر لسبب ألم الجانب الأيمن لذلك فإن أسباب ألم الجانب الأيمن كثيرة وقد تكون من أعراض الحمل وقد تكون بسبب آخر مرضي لذلك يجب التوجه إلى الطبيب واستشارته في حالة كانت الألم حادة وغير محتملة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت دعونوا لك وكومنتوا وشاروا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر